انتبهوا أنا أعتقد أن من لن أقول مقدسات الحياة الزوجية لكن من ضرورات الحياة الزوجية احترام الطرف الآخر ككيان مستقل له كل التقدير وكل الاحتشام ما معنى أنها زوجتي أصبحت ملكي مثل أشيائي مثل محمولي مثل سيارتي ما النظرة المادية الوثانية هذه الذي يملك البشر هو خالق البشر فقط ما في بشر يمكن أن يملك بشراً آخر ولا تملك ابنك ولا ابنتك ويجب أن تعامل حتى أولادك بهذا المنطق أنت لا تملكهم أبداً بل كل ما هنالك أن عليك واجبات وأن في عنقك حقوقاً إزاءهم ولهم قال تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة إيوى الله أشهد الله ما قرأت أيها الإخوة مثل هذا النص لا لبشر ولا لإلها ينسب إلى مجمع الآلهة يوجز ويكثف العلاقة بمنطق حقوقي عادل منصف مساواة بين الطرفين كهذه الآية العظيمة شيء أجيب يا أخي ولهن مثل الذي عليهن يعني في لك حقوق وعليك واجبات وبالمثل لها حقوق بإزاء الحقوق وعليها واجبات بإزاء الواجبات الله أكبر الله أكبر شيء تقشى له الأبدان ترجمة نانسي قنقر